في اخبار جدا مفرحة رح توصلك يا برج العقرب على الناحية العاطفية قلنا هذا الشخص يعني من بعد ما كان عم يخفي شغلات من بعد ما كان ملعب في عنده اطراف في عنده شغلات بعد الجوجمنت او بعد الكارمة اللي رح تصير عم بيقدم لك عرض عم بيقدم لك حب مشاعر جديدة وعم يكتشف انه انت الوحيد اللي حبيته وانت الوحيد اللي يعني اعطيته يعني حبيته حب غير مشروط خلينا نقول فعم بيكون هذا الشخص رح يلجأ لك بموقف من المواقف انت رح تكون شوي شايف حالك شوي مااخد طرف او جند ولكن هذا الشخص رح يحتاجك فعلا في موضوع من المواضيع ان كانت معنوية او مادية او ايا كان الطاقات اللي عم تظهر عندي برج السرطان كتير صار ظاهر هلا لحد يت هلا في الاسد كمان الميزان انا بحس كمان هاد الكارت ميزان بشكل عام الطاقات عم بتكون نارية اكتر شي عم بتكون ترابية وعم بتكون كمان مائية هاد بشكل عام خلينا نفتح شوي على العاطفة اكتر شايف في حياة عائلية خاصة للمتزوجين او للمطلقين في رجوع في رجوع للعلاقة للحميمية بناتكم للمشاعر المرهفة اللي كانت موجودة في البداية في حياء سرية حلوة خاصة للمتزوجين او للمطلقين شايف في علاقة ثلاثية او عائق في العلاقة عم تودع عم تحكيلو باي باي لهذا العلاقة الثلاثية عم عم تمشي من من دربكم بدون ما انتو يعني بدون ما انت اا تعمل شي بدون ما انت تنتقم بدون ما انت تعمل شي هي العلاقة الثالثة راح تروح اا لحالها في سبيلها شايفيتك ان كتير ان جرحت من هذا الشخص ويعني الطرف الثالث كان يتطلع وهو يمكن كان سبب من الاسباب هاي شايفيتك هاي الفترة عم تستعيد اا قوتك عم تستعيد اا نشاطك شايفيتك راجع يعني وكأنك راجع عشر سنين اا لورا اا عم تحكم الامور عم بتكون في اا يعني الامور اا في ايدك اكتر ما هي في الطرف بايد الطرف التاني اا شايفة شايفة في فراشة حب بناتكم متل مسجات اا امور اخبار عم توصل من طرف للتاني اا الشريك شايفيته عم بيكون اا يعني ماسك متل اا خلينا نقول اا وردة او شغلة لالك مخبيها لوقت معين اا فشايفيتها عم توصلك هون وانت عم بتتفرج عليها وكتير مبسوط اا شايفة في عندك شوية طاقات سلبية حبيبي مو تنتون اا حسد على الاغلب اا فحاول انك تستشفي من هذا الموضوع عم بيأثر شوي على الامور اا العاطفية او اي طاقة سلبية اخرى عادي يعني مش اا مش شيء معين اا شايفة في اا قوة رح تمتلكها في في العلاقة ما رح تكون زي بالاديم القوة يعني مع الطرف الاخر رح تتحول او تنقلب الاية والقوة تصير معاك اكتر ورح تحكم الامور باكتر حكمة ما رح تعطي الطرف الاخر اكبر من حجمه خلص رح تحجم الامور رح تحجم الاشخاص بشكل عام حتى مش بس بالعلاقة العاطفية شايف لك برج العقرب هاي الفترة عم بحجم الاشخاص اللي حوالين هون في امنية في زرعة انت زرعتها قديما ويعني نسيت موضوعها خلص يعني ما رح تتحقق وفعلا رح تتحقق في هاي الفترة ان شاء الله اه ولكن زي اللي انت خلص يعني نفسك طلعت منها او اجت بغير وقتها لكن هي رح تتحقق شوف اذا في تحذيرات معينة لبرج العقرب اه في ناس عم تطلع عليك في ناس عم تحسدك في ناس عم بتحاول انها تتعطل امورك ان كان في العمل او في العاطف اه اتنتين بزبط اه هدولا متل الفيران شايف كيف اشكالهم اذا الصورة واضحة متل الفيران متل الاشياء الصغيرة هيك اللي بتمشي بتمشي بتحكي حكي بلا معنى بلا يعني مش صادقين اه وبترجع عالجحر تبعها يعني بتتخبى فهي بتكون خايفة منك او خايفة منكم اه عوائق هاي ممكن تكون بالعلاقة كمان العاطفية ناس عم يحكوا عليك بطريقة مش حلوة ولكن يعني الفار بيضلوا فار الفيران بيضلهم فيران فعلا اه ما في لهم اي تأثير على الموضوع مخلوقات صغيرة اه ما حدا شايفها اه بتضلها بالجحر تبعها طول الوقت اه خايفة يعني ما تخاف اه شي بالعكس يعني ورقة حلوة اه بس انه يعني تكون حذر من هدول الاشخاص ما تطلع اسرارك اه تحجم العالم تحط حدود ما تعطي لهم اهمية ابدا لا بتفكيرك ولا بطاقتك ولا حتى بافعالك بيقول لك فيه اجابة لسؤال معين فيه السؤال في بالك وانا للمصيحة اسأل هلا السؤال عشان احكي لك شو الاجابة اللي مكتوبة في الورقة اسأل سؤال اضمر على شي فالاجابة هي نعم فبيقول لك اه اجابة السؤال اللي انت عم تسأل عليه هي نعم هي مثل الترك مثل اللعبة يعني طلعت لك حلو فما بعرف انت على شو سألت يعني يا الله عالم ازا شغلة سلبية يعني شغلة ما بتفرح ازا طلع الجواب نعم وازا شغلة ايجابية وطلعت الاجابة نعم فشي حلو مم بقول لك هفن يعني خلص بكفي نكذ بكفي مشاعر سلبية بكفي تاخد يمكن انت من الاشخاص كمان اللي بيشتغلوا اكتر ما هم بيهتموا بالامور التانية فتحكي لك ارجع لهواياتك ارجع اركض العب اعمل الشغلات اللي بتستمتع فيها ما تكون سوداوي ما تكون متشائم هفن استمتع اطلع انزل اعمل الشغلات اللي بتحبها يعني بكفي حابس حالك بالنسبة للاشخاص اللي حبسين حالهم ما عم يطلعوا عم يكونوا شوي مكتئبين بقول لك اتأكد هاي نصائح جاي من الانيمال بقول لك انت طلع لك يعني كل نصيحة بتكون لها علاقة في الحيوان في الانيمال اللي موجود في الصورة فانت اجاك الجمل يعني فالكمل شو عم بيقول لك بيقول لك trust that you have the resources to get through the challenges before you بقول لك انه انت تأكد وكون على ثقة انك انت بتمتلك جميع المعلومات لحتى يعني او مش ممكن يعني معلومات ممكن انت بتمتلك جميع القدرات لحتى تجتاز التشالينجز الصعوبات او المشاكل او العثرات اللي ممكن